وصلى مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي إليه الدين أما بعد بالسنة المتصد إلى الإمام المالك رحمه الله قال في كتابه الموطى كتاب الجمعة أو في كتاب الجمعة باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة هنا بعد أن ذكر بعض ما يتعلق بإحكام الجمعة أشار إلى مسألة المسبوق أي يوم الجمعة قد يأتي المأموم فتسبقه أو يسبقه شيء مما يتعلق بالجمعة ثم روى رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى قال ابن شهاب وهي السنة روى مالك عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري الإمام من أئمة علماء المدينة كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى قال ابن شهاب وهي السنة ابن شهاب تابعي ابن شهاب تابع تابعي أو أفول من صغار التابعي ابن شهاب من صغار التابعي من هو التابعي التابعي الذي لقي الصحام التابعي الذي لقي أدرك الصحام ويضيف بعضهم أنه يروي عنهم خلاف الصحابي من هو الصحابي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لدة يعني متى نقول هذا صحابي فلان صحابي إذا ثبت لنا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليس رأى لأنه قد يكون كفيفا وقد يلتقي يلقاه في جمع كبير فيراه عن بعد فإذا الضابق أنه التقاه لقيه أنه لقيه لقيا بخلاف من لم يلقاه بخلاف من لم يلقاه وليس للضبط أنه رأاه فقد يرى وقد لا يرى فإذا يجتمع معه في مجلس واحد ويلقاه فيخرج من هذا من لق من رأاه في المنى ولم يلقاه قال صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتلبس به فإذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرق مؤمنا به ليس لقيه كافرا به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقيه من قوبه كذا واحد لكن كانوا كافرين ومات على الإسلام بشرق أنه مات على الإسلام أما إذا ارتد فليس بصحابي كالأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات ولو تحلل ذلك لده يعني طيب إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم وأسلم كان مسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإن هذا يعد ماذا تعد له صحابه وأما التابع ولا يشتغط طول الصحبة والملازمة وأن يكون رواء عنه لا يشتغط تابعي لقي الصحابي أن يقول قد لقي الصحابة وبعضهم يضيف ويكون قد رواء لكن الضابط في العمور ألا يلقي الصحابة ابن شهاب يروي عن أنسي بالمالك رضي الله يروي عن أنسي بالمالك فقوله وهي السنة قوله التابع هي السنة من قبيل المرسل سهل من قبيل المرسل لكن عندنا في هذا الحديث مرفوع قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا أي بالمدينة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا أدرك ركعة فهذا أدرك ركعة إذن أدرك صلاة الجمعة ما دم أدرك صلاة الجمعة فإنه يضيف إلى الركعة السابقة ركعة واحدة فتصير مالا الصلاة فتصير ركعتين وإدراك المصلي إدراك المصلي الصلاة يوم الجمعة لا أحوال أن يدرك الخطبة والصلاة خطبة الجمعة والصلاة وهذا هو المطلوب وهو الكمال والثاني أن يدرك بعض الخطبة والصلاة بعض الخطبة والصلاة فهذا أيضا قد أدرك الجمعة بلا خلف حال الثالث الثالثة أن تفوته الخطبة ويدرك الصلاة فقط فجمهور العلماء على أنه أدرك الجمعة بعض الفقهاء قالوا لم يدرك الجمعة فيصليها ظهرا لأن الخطبتين مكانا ركعتين فماذا فاتته الخطبة ثاني إذا فاتته كأنه فاتت ركعتين فيصليها ظهرا وهذا قال به بعض الفقهاء كمجاهد وطاووس ومكهول والصحيح قول الجمهور والدليل حجة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة الرابعة أن تفوته الخطبة وركعة من الجمعة وركعة فقط فكذلك الجمهور يرون أنه أدرك الصلاة فيضيف إليها أخرى الحال الخامسة من أدرك الإمام جالسا أو بعد الرفع من الركعة الثانية فلم يدرك أي ركوع فالجمهور أنه فاتته الجمعة يدخل معه لكن إذا سلم الإمام قام وصلاها ظهرا قام وصلاها ظهرا وهذا لجمهور العلماء خلافة لأبي حنيفة وبي يوسف قالوا أدرك الصلاة فيصلي ركعتين فقط والصواب ما عليه الدمور ثم قال مالك إشارة إلى بعض المسائل الفقهية في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاة أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قدرك فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتد صلاته ظهرا أربعا إنسان فيصلاة الجمعة أدرك مع الإمام الركوع ورفع ولشد الزحام لم يستطيع أن يسجد فإذا تمكى من السجود قبل أن يسلم الإمام فإنه يسجد ويدرك الإمام وقد أدرك الجمعة أما إذا سوحب شدة الزحمة فلم يستطع أن يسجد حتى سجد الإمام ورفع وسجد ورفع وتشهد وسلم فهنا فاتته الصلاة فعند ذلك ماذا؟ قال أحب إلي أن يصليها ظهرا فهو أفضل يعني كأنه إذا صلاها جمعة أجزأته لكن الأرض يصليها ماذا؟ ظهرا ثم قال رحمه الله باب ما جاء في من رعاف يوم الجمعة الرعاف في الصلاة سبق الكلام عليه الآن إذا جاء الرعاف في الجمعة قال مالك من رعاف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرق الإمام من صلاته فإنه يصلي ظهرا أربعا يعني إذا رعاف في الخطبة فراها غسل ثم عاد وجد الإمام خرج أنهى صلاة الجمعة يصليها ظهرا أربعا قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صل الإمام الركعتين كلتي إما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم بشرط أن يكون أدرك ركعة فيذهب يزيل الدم ويرجع ويتم الركعة أخرى بشرط أن لا يتكلم وهنا يذهب إلى أقرب مكان ويجتهد في أن لا يستدبر القبلة لا يتحول عن القبلة ولا يتكلم فيزيل الدم ويأتي ويضيف ركعة قال قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج هذا أيضا تفقها إذا رعف أو ذهب وضوءه أو احتج إذا جديد الوضوء أو نحو ذلك فشيء يضطره إلى الخروج ليس له أن يستأذن يخرج ليقضيه ويرجع فإذا كان لم يدرك ركعتين فإنه يصدي أما إذا كان أدرك فذلك أو أدرك ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى نكتفي بهذا الله أعلم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد